صباح الخير عليكم كديري نلبس عليكم واشخباركم تمناكم يا رب تكونوا بخير وعلى خير وتكون امركم على احسن ما يرام صحابتي الزوينات ومنساش حتى المميمات كديري نلبس عليكم واشخباركم هذا يومينا البنات واحد الصيدة مسكينة كنت خارجة ومسكينة ويسعيط عليها قالت يا بني ترى اني كانت تفرج فك عرف سيوالله العدي مفرحتني ومسكينة وعاتبت علي في ناس الوقت قالت لي يا ما بقيتش ابنيتي كتلوحي والله ابني ترى اني كانت تفرج فك الله حفظك امو يمتي كنقولك من هذا الفيديو والله يخليك لوليداتك الله يحطك مكتمنى في خاطرك مهم اليوم ان شاء الله فيديو جديد بإذن الله اه بناتش اشنا والاحساس ديالكم اللي كتكون تفقوا الصباح وتلقوا الكوزينة ديالكم مجموعة يعني كتبداو اه توجدوا فطار وانتم مرتاحين والله العادي كتكون نفسية ما نقولش ليكم موما نا دائما كنحاول نجمع الكوزينة بالليل باش الله غد ليه ملي كنبدا نصيب الفطار ديالي تنكون كما كنقول المورال طالع مو يبقوا معي او ما تنشوفين موسيقى 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 كوزينة مجموعة في الفطر، أمسي مونات في الفريقو و بتيبان و الخبز كنت تقدم نحن قد أخذ نص من بيم يجب أن نأخذها من البيم والنصف من الهري بحل الطحين والفرماج وبالنسبة للحواج أخرين يجب أن نأخذها من البيم مهم أول شيء قبل أن نستفاد شيء سوف نوجد الغذيوة وعادة نستفاد شيء هنا البناث كان يقرب أولادة وخرج من مدراسة ومبنت لها تأكل الأكل وفي نفس الوقت كان يأتي بنينا هنا البناث حكيت ماطيشة وضرت شوي القصبار ومعت نوس حكيت التومة وضرت العطرية سوف يتزيد يعني صوت شرموه هي اللولة وهنا نجد الزكن تب بالكفتة كما قلت لكم هاد الأكل كيت جزوين بزاف البناث وبنينة وبنينة وضغياتها توجد يعني أهم حاجة هي أنها ضغياتها توجد لأنها كما قلت لكم مشيت نتقدى هذا يعني ضع لي شوية الوقت وبنت لي هاد الأكل هي اللي سيلة صاف هنا كما كتشوفوا البناث هكا بدرت شركفتها منها قريصات وسوف نبدأ هكا نستفاد طاجين مع البطاطا بتطلق طاعتها هكا رقيقة كما كتشوفوا باش يعني دغية آآ الطيبلية سوفي غن قطع جين ديالي وغنحطه فوق هكا فوق البوطة آآ وغندوز إن شاء الله أن نقد يعني التقديه اللي يجبت نحط كل حاجة في بلاستها بلا ما طابت هكا فوق البوطة آآ وصاف هناك شي اللي كان منادر شوية السيجون وشوية الفلفل هادية آآ يعني الأكلة اللي غن طيب اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيفية اللي يوجد سوف ينمشي انتغطاء ونعود رجع معكم ان شاء الله غنوجد مع بعضياتنا الخبز ديال الطاست اللي كي يجي اكثر مرائه وغندوز هنا يا البنات نوجد مع بعضياتنا الخبز ديال الطاست بالنسبة المقادر اللي غنحتاج لي عندي نص كيلو ديال الطحين وعندي معلقة كبيرة ديال الزبدة ما يعادل اربعين جرام وبالنسبة للزبدة انا دردي اه درس اصل حيواني اللي يمكن لكم تديروه حتى الزبدة يعني اي زبدة عندكم ويمكن لكم ايضا تعودوها بوحتاسات معلقة ديال الزيت عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة خبيبيت ما يعادل عشرة جرام وعندي اه خمسة وعشرين جرام ديال ساندة يعني ما يعادل معلقة كبيرة وعندي الملحة على حسب الطوق وبالنسبة الحليب عندي هنايا واحد ثلاثمائة ميللي لتر يعني ما يعادل جوج كيسان ديال العنبة صافي كان بدا نجمع الخالطة ديالي مهم انا هنا يا البنات عطيتكم العبار بالكاس يعني القياسات اللي كي تبروها كبال معلقة بالكاس رينا عطيتكم القياسات وعطيتكم قياسات حتى بالقرام بالنسبة ديك تلتمية ميللي لتر ديال الحليب راه كتجي قد قد يعني كي يعني كتجمع لنا العجينة ديالنا يعني هاد المقادر اللي عطيتكم اللي بنات ترا هم مضبوطين سافي غنجمع العجين ديالي يعني ما غندلكش يعني قياس اللي غنجمع ليا العجينة ديالي كيما كتشوفوا سافي وغنخطع ليها وغنخليها مدة عشرين حتى الخمسة عشر دقيقة عادة نعود ندلكها وهذا هو المولة للبنات اللي غنطيف فيه الطوست هذا هو المول ديالتوست بالنسبة القياس البنات ديالو في في الطول عدنا 30 سنتيمتر وفي العرض ما بين 9 حتى العشرة بالنسبة اللي بنات هاد هاد القياس يعني كيهز نص كيلو ديال الطحين يعني من اللي مرتحت لي العجينة هنا هي واحد العشرين دقيقة سافي هنا حطيتها كباش ندلكها كيما كتشوفوا البنات ما تخافوش منها البنات رهما تلصق مويلو وكيما كتشوفوا البنات يعني ما اللي كنخلوها كترتاح يعني كنلقوها كتالقى الخيط ودغيك تدلك لينا كيما كتشوفوا كنعطيها الكف شوية وصافي غن ندهنها بشوي دزيت وغن خليها تخمار واحد ساعة وهنا البنات راه العجينة ديالي خمرات كننزلها من دك البول بسهولة لانا مدهونة بالزيت سافي كنناخد المول وكنحاول نقادها على قد المول سافي وكنسرحها كيما كتشوفوا وكنبدأ نطوي هكا ونورك بسبعاني تبط العجين كيما كتشوفوا كنضغط يعني وكنحاول نسودي هكا يعني ما تبقى من العجين كيما نحاول نسودي وكنقادها من الجناب وهديك الجيهة الفوقانية البنات غردها يلتحت يعني باش ما يتفكش لي العجين وصافي وكنبدأ هكا نقاد وبالنسبة للمولة البنات كيكون مدهون بالزبدة ومرشوش بالطحين حتى يعني ديك الغلاقة الفوقانية حتى هي كتكون مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالطحين سافي وصافي وغنغطى عليها غنخليها هكا واحد نخليها كواحد سنتيم كم حلولة باش نشوفوا اختامرات غنخليها تخمار واحد لعشرين دقيقة وندخلها الفران وهنا هو هذا الطاص دينا البنات الجهاز صراحة ناجح بالنسبة لبنات انا را طيبته في الفران دي القاز طيبته يعني طيابة القرص يعني خليت يعني العافية مهيلة سافي ومحلي تشعلي حتى داس واحد نص ساعة سافي غنغطى هنا بقى وغنخلي حتي برد مزيين عادة غنقطعه وهنا البنات غنطي نقطع فيها من بعد ما بردت انا هنا يراه لغد ليها البنات ما قطعتش في ذلك النهار خليت حتي بردت مزيين والطوست يعني قدم ما برد يعني كتتحكم في تقطاع ديالو يعني فهمتي مش مش ميتعجنش البنات صافي كما كتشوفو هنا اياه كنقطع فيه ويستحسن انه يكون الموس ماضي بالنسبة اللي بنات يعني هاد المقادير يعني راه كيجي بهم الطوست ناجح مليون في المياه صراحة راه جاء احسن من دوك يعني من دك اللي كيتباع يعني في المحلات راه جاء رائع يعني صراحة جربوه وردو لي الخبار شوفوا شوفوا اللي بنات كيجا جاء رائع ومحاول نقلب كاميرا ونقرب لكم هكا تشوفوا اه موهما المرة الجاية ان شاء الله البنات غندير معاكم الطوست بالقمح الكامل تاولي كيجي زوين بسير صافي هنا قطعتو وصافي وستفتو هنا اياه في البواطة وما بقى ليه البنات اللي نودعكم تلقوا ان شاء الله فيديو جديد ما تنسوني اشمالي اللايك والتعليقات دي لكم زوين المحفزة والى اللقاء فيديو جديد بادني الله